السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا بيئتهم صحة و العافية اليوم سنقدم لكم الخبز الصحية بالزنجلان بدون دقيق مصنع كيف تربيها الابديالي في الصباح فقل فيما لا هكا نشارك معكم كان الناس هكا يبغيوا وصفات ليكونوا هكا خفاف وكيتحضروا بسرعة فهذا الخبز هدي ما كتاخدش بالسبت الوقت إلا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقة التحضير بقاو معي نهاية الفيديو كنتمنى لكم فرجة ممتعة فاول حاجة نبدو بها هي الطحينة اللي كنتستعملوا فيها الزنجلان طبيعة الحال انا غدي نستعمل جوج انواع الزنجلان العادي والزنجلان الابيض وعندي خليط ما بين الزيت النباتي وزيت الزيتون كتبقى على حسب كل مرة كتبقى الطحن وكتشوفوا التكستير اللي تما بغين توصلوا لها هكي يجي هو مخفيف فاول مرحلة غدي نديروا خليط بناتهم ونحمروا في المقلات على نار هادئة لا تحرقوا فقط اخذ اللون الدهابي انا اول حاجة نتحن الزنجلان بالكامل ونضيف عليه بالتدريج كمية الزيت الزيت ونحصل على القوام المرغوب فيه كمية الزيت كمية الزنجلان الحمر وكاس الزنجلان البيض بالنسبة للزيت كمية الزيت كمية الزيت كمية الزيت كمية الزيت نضيف ثلاث قطع من الجبل نضيف رشة الملح نخلط هذه المكونات جيدا ثم نحصل على الخليط المتجانس ثم نضيف ملعقة كبيرة ثم نضيف ملعقة كبيرة نضيف خليط کرراء الخبز نضيف الخبز نضيف خليط نضيف الخبز وهنا نضيف خليط نضيف الخليط خفيف قليلا سوف ندخل الخبز على الأقل يكون مسخن مسبقا على الأقل يكون مسخن مسبقا سوف ندخل الخبز من الفوق لتعطي الميدر الزوين والمحمر ندخل الخبز الزوين والمداد نضيف المداد المداد مجرد تكون لون الذهبي و تقدموها بصحة و الراحة تجري طبا و الشيشة لا تسخي و تستخدم المكونات المكونات بسيطة و صحية و سوف نتوفر ان شاء الله في البيت قطعة للقوام و ترى الخبز و ترى الخبز و ترى خفيفة كما تلاحظوا انا سأبدأ لك كيف ترى الخبزة فهكا قلت لي ملع نقدمها لكم كين الناس مهتمين مثل هذه الوصفات و ستعجبهم اكيد ان شاء الله كانت هادية نهاية الفيديو نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية و لا تنسوا النصيحاتنا في حمياتنا الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر